السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم يا حبيب أعملين إيه؟ رب تكونوا بخير قدنا درس الحركة الاهتزازية وإن الحركة الاهتزازية هي الحركة التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضوع سكوني عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية وإن الحركة الاهتزازية لها أربع خصائص أول حاجة سعة الاهتزازة وهي أقصى إذا هيقطعها الجسم المهتز بعيدا عن موضوع سكوني ثاني حاجة الاهتزازة الكاملة وهي أقصى التي يحدثها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة السكون مرتين متتاليتين ثالث حاجة الزمن الدوري وهو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة واحدة رابع حاجة التردد وهو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة كتير منكم يا حبيبي بيعاني من حل المسائل عشان كده بإذن الله النهاردة هنحل أهم المسائل على الحركة الاهتزازية لإننا عارفين إن كتر الحل هيحفظنا القوانين وهيسهل علينا المسائل الحركة الاهتزازية سهلة جدا 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 بإذن الله بعد فيديو النهاردة تقدروا تحلوا أي مسألة تقابلكم مش هتستصعبوا المسائل خالص كزوا معي هتو ورق أو ألم المسألة اللي حلها حاولوا تراجعوها تاني مع نفسكم ويلا نبقى يا حبيبي وبالتوفيق بعد ما خلص اللي محتاج أي حاجة أنا معيكم في الكومنتات وبإذن الله هنزلكوا شرح الحركة الموجية قريب جدا ممكن خلال النهاردة أو بكرة بكتير يلا نبدأ سأل عندي يا حبيبي احسد تردد جسم مهتز يصنع 540 اهتزازة كاملة في الدقيقة الوحدة هبدأ الحل ازاي؟ تعالوا نتابع مع بعض أول حاجة هقول عدد الاهتزازات الكاملة هيساوي 540 اهتزازة تاني حاجة هقسله الزمن بالدقايق هكتب الزمن اللي عندي بس أسفة لازم يكون بالسواني مش بالدقايق هنا بيقولي الجسم بيصنع 540 اهتزازة كاملة في الدقيقة الوحدة وأنا قلت الزمن بيقاس بالسواني يبقى أنا عندي كم ثانية؟ 60 ثانية يبقى الزمن هيساوي يبقى عدد الاهتزازات 540 أما الزمن 60 ثانية طب يا حبيبي قانون التردد ايه؟ التردد هيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالسانية يبقى التردد هتساوي 540 على 60 540 على 60 هتساوي 9 هيرتز أو 9 متر على الزنية الطريقة دي جاملة قوي يا حبيبي ليه؟ لما حدد عدد الاهتزازات وحدد الزمن وقوم محاوله للسواني هاجي مجرد مكتب القانون هعوت فيه مباشرة علشان ما تلغبطش تعالوا نشوف تاني مسألة مع بعض احسب الزمن الدوري والتردد لجسم مهتز يصنع 300 اهتزازة كاملة في نص دقيقة هنعمل ايه؟ هنقول اول حاجة عدد الاهتزازات الكاملة هيساوي 300 بيقول الزمن نصف دقيقة النص دقيقة فيها كام ثانية؟ 30 ثانية هيساوي 30 ثانية يبقى انا كده معايا 300 اهتزازة كاملة ومعايا 30 ثانية طيب هو طالب مني ايه في المسألة؟ طالب التردد والزمن الدوري مش احنا قلنا الزمن الدوري هيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة يبقى هتساوي انا عندي الزمن كام 30 والتردد كام 300 يبقى 30 على 300 هيساوي واحد من عشرة ثانية معنى كده ايه؟ معنى ان الزمن الدوري هيساوي واحد من عشرة ثانية ان الجسم ده بيصنع الاهتزازة الكاملة الوحدة في واحد من عشرة ثانية تاني حاجة طالب مني التردد ان التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية تماني عندي هنا اهتزازات كام 300 على الزمن كام 30 يبقى التردد هتساوي 300 على 30 هيساوي عشرة هيرتز كده اخدنا مسألتين عن التردد تعالوا نشوف المسألة التالتة بنادول بسيط يحدث 3600 اهتزازة كاملة في دقيقتين بحيث تقطع كل اهتزازة كاملة مسافة قدرها 36 سنتي احسب ساعة الاهتزازة نركزيني يا حبيبي احدد الاول او اكتب الاول هو مديني ايه؟ عدد الاهتزازات 3600 الزمن دقيقتين الدقيقة فيها 60 ثانية يبقى انا عندي 120 ثانية ساعة اصفة مسافة الاهتزازة الوحدة 3600 تعالوا نكتب الحاجات دي مع بعض وبعدين نشوف هو محتاج ايه؟ المسألة هي حبيبي بيركزوا فيها وانا لقصتها بالشكل ده بحب اكتب كده ليه؟ علشان ما اطلق بطش قلت عدد الاهتزازات الكاملة 3600 الزمن بالثانية انا عندي دقيقتين اديها فيها 60 ثانية يبقى الزمن 120 ثانية قال لي المسافة الاهتزازة الكاملة الوحدة 36 سنت اول حاجة طالبها مني ساعة الاهتزازة مش احنا قلنا ان ساعة الاهتزازة بتساوي ربع اهتزازة كاملة هيبقى ربع فانا قلت ان مسافة الاهتزازة الوحدة 36 أسفة مسافة الاهتزازة الوحدة 36 يبقى ربع في 36 هيساوي 9 سنت دي اول حاجة طالبها مني هي ساعة الاهتزازة تاني حاجة طالبها التردد مش احنا قلنا التردد بتساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية يبقى التردد هنا هتساوي ايه 3600 على 120 هيساوي 30 هيرتز التردد بنقسه بالايه بالهيرتز او بالايه او بالمتر على الزانية عشان بنقيس الاهتزازة مسافتها بالمتر اما الزمن بالثواني تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها بنادول بسيط المسافة بين اقصى ازاحتال اللي يمين واليسار تساوي 2 متر ويستخرج لقطع هذه المسافة زمنا انقدره 4 من 10 سنين بصوا يا حبيبي علشان في حد سألني السؤال ده بيقول لي هو بيقول لي بنادول بسيط انا هعتبر دي اهتزازة كاملة ليه علشان احنا قلنا ان البنادول البسيط حركته حركة اهتزازية يعني بيصنع اهتزازة كاملة بيقول لي المسافة ما بين اقصى ازاحتال اللي يمين واليسار تساوي 2 متر تم تجو نرسم الشكل مع بعض اهتزازة البنادول البسيط لسه ما تحركش هنقول وليكن دي اقصى ازاحتال اللي يمين هنسميها هنسمي النقطة دي الف نقطة السكون وهنسمي دي بي وهنسمي اقصى ازاحتال على اليسار جيم هنا قال لي في المسألة ان المسافة ما بين اقصى ازاحتان لليمين واليسار يعني المسافة ده وده دول على بعضهم 2 متر معنى كده ايه احنا قلنا ان ساعة الاهتزازة بيكون متساوية يعني دي هيساوي دي معنى كده ان دي واحد متر ودي واحد متر يعني هو في المسألة بيقول لي ان نص الاهتزازة الكاملة هتساوي 2 متر دي نص ازاحة نص اهتزازة كاملة اسفل يبقى اول حاجة هعملها يا حبيبي هقول نصف الاهتزازة الكاملة هيساوي 2 متر تمام؟ طيب لما نص الاهتزازة 2 متر يبقى الاهتزازة كام متر احنا قلنا ان الاهتزازة الكاملة بتتكون من 4 ازاحات 2 بيساوي 2 يبقى الاربعة يساوي كام متر 4 متر يبقى الاهتزازة الكاملة هتساوي 4 متر انا كده لسه ما بدأتش في حل المسألة انا برتب المعطيات اللي هو مدهالي تعالوا بقى نشوف هو طالب مني ايه بولي اول حاجة احسب المسافة التي يقطعها خلال 3 اهتزازات كاملة انا يا حبيبي جبنا الاهتزازة الكاملة الوحدة باربعة متر يبقى 3 اهتزازات هيساوي 3 فاربعة هيساوي 12 متر التلاتة فاربعة بـ 12 ايه متر تابعوا معايا يا حبيبي تاني حاجة عاوز سعة الاهتزازة انا قلتلكو هو بيقول المسافة بين اقصى ازحتين اتنين متر يعني قياس الوحدة منهم واحد متر يبقى سعة الاهتزازة كام متر واحد متر اخر حاجة طالبها مني التردد احنا قلنا ان التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية طيب يا حبيبي انا عندي هنا ايه نص اهتزازة نص اهتزازة زمانها كان قدي ايه اربعة من عشرة ثانية ردد هتساوي نص اللي هو خمسة من عشرة على اربعة من عشرة هيساوي واحد وخمسة وعشرين من مية هيرتز انا عندي نص اهتزازة سنحف اربعة من عشرة ثانية لما نقسمهم على بعض هيدي واحد وخمسة وعشرين من مية هيرتز تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها فيه الشكل المقابل فين الشكل اهو ده بنادول بسيط ركزوا فيه بيقول لي احسب ساعة الاهتزازة من ساعة الاهتزازة هي اقصى مزافة يقطعها الجسم المهتز بعيدا عن موضح سكونة يعني المسافة ده يبقى ساعة الاهتزازة كام خمسة سنتي انا حاجة يا حبيبي بيقول لي احسب التردد احنا قلنا ان التردد بتساوي عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية انا عندي هنا ساعة اهتزازة واحدة يعني ربع اهتزازة كاملة يبقى فيه اتنين من عشرة ثانية يبقى التردد هتساوي ربع على اتنين من عشرة هيساوي واحد وخمسة وعشرين من مية هيرتز تالت حاجة والاخيرة يا حبيبي بيقول لي احسب الزمن الدوري احنا قلنا التردد في الزمن الدوري بيساوي واحد طيب ما تجي نكتب القانون مع بعض طيب ما احنا لو عودنا عن التردد بالكيمة اللي احنا جبناها اللي هي كانت واحد وخمسة وعشرين من مية نعود عنه طيب ما تجي نقسم من هنا على واحد وخمسة وعشرين من مية ونقسم هنا على واحد وخمسة وعشرين من مية دول هيبقوا بيساوي واحد هيبقى هنا الزمن الدوري هيساوي واحد على واحد وخمسة وعشرين من مية ثانية يبقى لو جه الداني التردد او الداني الزمن الدوري ومش عارف عوض افتكر القانون ده التردد في الزمن الدوري بيسوي واحد وعوض واقسم هنا وهنا وطيرهم مع بعض يلا نشوف المسألة اللي بعدها الشكل المقابل يمثل حركة توافقية بسيطة فين الشكل؟ ادي الشكل احسب سعة الاهتزازة والتردد والزمن الدوري قلنا ان سعة الاهتزازة هي اقصى ازاحة يقطعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون هيبقى سعة الاهتزازة هنا عند المنطقة ده اللي هي كام؟ 2 من 10 متر يبقى سعة الاهتزازة 2 من 10 متر اهي يا حبيبي؟ اقصى ازاحة يقطعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون تاني حاجة بيقول لي احسب التردد انا قلت ان التردد بتساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية طب انا عندي كم اهتزازة؟ تعالوا نشوف مع بعض كده لحد هنا كده اهتزازة ودي اهتزازة يبقى انا عندي اهتزازتين اتنين كاملين اطحهم في زمن قد ايه؟ مكتوب هنا هوا اربع ثواني يبقى التردد هتساوي اتنين على اربعة هيساوي نص هيرتز طيب الزمن الدوري هتساوي ايه؟ انا قلت الزمن الدوري بتساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة الزمن عندي كام؟ اربعة طيب والاهتزازات كام؟ عدناهم مع بعض اتنين يبقى الزمن هيساوي اربعة على اتنين هيساوي اتنين سانية يبقى الزمن الدوري قد ايه؟ اتنين سانية تعالوا نشوف المسألة يقول لي فيه الشكل المقابل يمثل ريشة مهتزة تستخرج ثمنا قدري اتنين من عشرة سانية ده الشكل المقابل ده الشكل المقابل لتتحرك من الف الى بيه؟ ادي الف و ادي بيه من قبل ما نشوف هو طالب ايه؟ المسافة من الف لبيه دي تمثل ايه؟ هتمثل ازحتين من الف لموضع السكون اهتزازة ومن بيه لموضع السكون اهتزازة تانية يعني المسافة دي كلها نص اهتزازة كاملة يعني هو مديني نص اهتزازة كاملة مسافتها 8 سنتي قطعت التمانية سنتي دول في اتنين من عشرة سانية عشان هو قال لي الريشة دي بتستغرق زمنا قدره اتنين من عشرة سانية لتتحرك من الف الى بيه ادي الف لبيه نص اهتزازة كاملة في زمنا قدره اتنين من عشرة سانية تعالوا بقى نشوف هو عايز ايه احسب ساعة الاهتزازة من ساعة الاهتزازة هي اقصى اذا هي اقطعها القسم المهتز بعيدا عن موضع سكوني تم هيا من هنا لهنا ساعة اهتزازة ومن هنا لهنا ساعة الاهتزازة احنا كنا قلنا اثناء الشرح للناس اللي شافت معانا الشرح ان ساعة الاهتزازة دي هيساوي دي طيب اربعة اسفة تمانية لما اسمها على اثنين يبقى دي اربعة سانتي ودي اربعة سانتي يبقى ساعة الاهتزازة اربعة سانتي احسب الزمن الدوري الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل دورة كاملة او اهتزازة كاملة طيب لو كان زمن مسافتين اثنين اثنين من عشرة سانية يبقى زمن اربعة مسافات ايه هقول اثنين في اثنين من عشرة سانية هيساوي اربعة من عشرة سانية احسب التردد قلنا يا حبيب ان التردد هو المعكوس الضربي للزمن الدوري احنا جبنا الزمن الدوري ب4 من 10 يبقى التردد كام 1 على 4 من 10 هيرتز احسب الازاحة اللازة اقطعها بعد مضي زمن قدري نصف الزمن الدوري تم قول لتنين من 10 دي نصف الزمن الدوري يعني هتبقى المسافة نصف احتزازة كاملة اللي هي 8 سنتي وبكده يا حبيبي نكون خدنا كذا شكل من المسائل ونكون خلصنا فيديو النهاردة لو اي حد فيكم محتاج اي حاجة يكتب لي في الكومنتات انا بتابع معاكم بتنسوش بقى تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد وبالتوفيق